ايه ده؟ ايه الجزمة الحلوة دي؟ يا طرى بتاعت مين؟ شكلها حلو خالص؟ شكل فيديو في عندنا ولا ايه؟ ماشي هخش كده واشوف مين اللي جاء عندنا النهاردة لو سمحت لو سمحت ايوة ايوة مين حضرتك؟ انا صاحبة الجزمة دي الجزمة دي بتاعتي بجد؟ انا والله لقيتها قدامي الباب مع راشد اللي هي بتاعتك ايوة فعلا هي بتاعتك حتى بصي نفس المقاس رجلي بالزب ايوة ايوة فعلا هي نفس المقاس رجلي خلاص تفضلي جزميتك اهيه هما الفين الفردة التاني انا بدور عليها بقلي كتير اوي مش لقيها خالص تانا حتى قلت اللي هيلاقيها ليه عنده مكافأة كبيرة اوي اوي ان شاء الله تلاقيها طيب انا اخش بقى عشان الاولاد جوة لوحدهم تمام ماشي شكرا مع السلامة مع السلامة يا رب يا رب كده ابو سمبة يلاقيها هو جاي اكيد لو لقاها هناخد مكافأة كبيرة اوي اخش بقى اشوف الولاد عاملين ايه يا امو سمبة يا امو سمبة اهلا اهلا يا ابو سمبة انت جيت اخيرا ايوة يا ستي وجبت معايا البانيو ريحت سمبة ابنك وحشة خالص خالص رحت فظيعة ايوة فعلا رحته بقت فظيعة انا مش قادرة اعطف البيت من الريحة بتاعته دي تب بيستحماش نهائي ما بيستحماش خالص من ساعة اممشت اجيه وهو مش هدي يستحمى خالص ايوة يا ستي انا جبت له البانيو هو الحلو اللي بيحبه حطينه بقى في كده شامبو وشاور ودلعيه كده خلي يبقى ريحته حلوة انا عندي ديوف مهمة جدا 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 جايين للنهاردة اصحابي يا ستي وجايين يتعرفوا عليكم وعلى الاولاد لازمان يا مو سمبة يبقى ريحته حلوة لحسن انا هتبقى كسفة فوشي خالص لازمان يا بنتي يبقى ريحته حلوة كده منظيف لقى ما يقولوا علينا ايه مش بنحميه ولا ايه ما عندناش ميا ولا عندنا شامبو ايو ايو يا بو سمبة عندك حق خلاص انت بس ايه حط الميا كده في البانيو وانا هطلع اجيبه واقوله كده ربنا يهدي ان شاء الله ويرضى ماشي يا ستي حتى لو مرضاش انا هطلع اجيبه خصبا عنه وانزله تانيه على طول ماشي ماشي ايه ده يا سمبة ده ريحتك وحشة خالص ايه ريحة الوحشة دي حرام عليك يا سمبة مش عارف نام معك في القاضة حرام عليك ريحتك وحشة خالص يوه بقولك ايه بقى ما توجعلش دماغي مش كل ما تشوفيني تقولي ريحتك وحشة يا سمبة ريحتك وحشة يا سمبة خلاص ما تناميش قصا في القاضة اخرجي نامي بره انا مش هستحمة انا حرام عليك يا سمبة لازم تستحمة ايه ده بقى ان انت فيه ده انت خلاص ما نتلينا البيت كده ايه ده الروحة وحشة خالص مش معقولة كده انا هنزل تحت بعيد يا سمبة يلا يا حبيبي بابا جاب لك البنيو كبير يلا حبيبي عشان تستحم ايه ده ايه ده يانه ربيد الان اسمج عصطمابا يا لا انا هستخب تحت السرير عشان ما تشوفنيش هااااا انت فاهم بقى انا كده مش شايفاك ولا ايه يا سمبة انا شايفاك اصلا انت داخل تحت السرير يلا يا سمبة يلا يا حبيبي يلا عشان تستحم يبقى ريحتك حلبة كده ونزيف النظافة من الإيمان يا سنبا يلا يا حبيب يلا ده أنا بابا جاب لك بنيو كبير قوي 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 وكمانا هدفي لك المي وشغلك الدفاية وحط لك الألعاب في البنيو وحط لك شاور وشامبو وهخلي لك بقليل كتير خالص يلا بقى يا سنبا يلا يا حبيب عشان تلعب في المي كده ويبقى ريحتك حلو لا يا ماما مش هستحم محدش ليه دعوة بي مش هستحم يعني مش هستحم ايه كو ساعة خالص يا ماما اتي وش شايفة الدنيا متمطر يا ماما حرام عليك بقى سبوني في حالي سبوني في حالي يا حبيبي حرام عليك انت من أول الشيطة مستحمدش يا سنبا بص ريحتك بقيت عاملة ازاي بص وشك بتوسخ ازاي خلاص يا ماما خلاص همسح كده وش بمنديل وحط كريم وبرفون يا سنبا اللي انت بتقوله ده مش هينفع طبعا الريحة برضه تفضل ازاي ما هي لازم يا حبيبي ننطف نفسنا كده نختل نفسنا بالماء والسور والصبون يلا يا سنبا يلا لا يا ماما لا 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 يا ابو سنبا يلا يا سنبا انزل يلا ايه ده ايه ده يا سماع ينزل يلا ايه ده؟ ايه ده؟ الله الميه جميلةة اوي يا ماما يا سلام انا زم ما كنتش باستحمى ايه الميا الحلوة دي يا سلام victory. حتى اوفز لي ماما شامبو وضع لي شوار كمان يا سلام سماعى الخيرا استحمى هاهاهان انا كمال يا ماما عايزة استحمى في البني томجي ذك 들 局 ماشي يا ماما ماشي لعب كتير اول يلا يا ماما جاهزوا بسرعة بل ما افتح لهم الباب لا يا ماما لا انا عايزي يا ماما العب شوية في البني والحيي تشاهد فيه سيبيني بقى يا ماما مش اتي كنت عايزين استحمى سيبيني بقى برحت اليوم ده كله وانا مش هطلع من المية النهاردة خالص وأنا كمان يا ماما وأنا كمان نور يجيه نوري جيه يا ماما عايزي استحمى كمان يا ماما بقولك ايه يا ولاد يلا عشان بابا ما يزعلش يلا انا هعمل لكو باني وتاني وخليكو تستحموا تاني يلا تلوقتي بقى نروح لشوف الضيوف مش هينفع كده يلا يا سنبه اروح خير هدومك دي كده وحط كريم وبرفن وصرح شعرك وانت كمان يلا يا كيارة زبطي نفسك و بصي فستان جديد عشان الضيوف يقولوا علينا حلوين و نضاف و مؤدبين يلا بقى عشان بابا ما يكسفش ويلاقينا الضيوف في مقابلته يا ماما بقى يا ماما ما ليش دعوة صدقني يا سنبه حالك تستحمى تاني حاضر يا ماما خلص انا هسمع كلامك عشان انا شطر بسمع كلامك على طول شطر يا سنبه وانت لك عندي مكافأة كبيرة اوي 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 وانا كمان يا مام وانت كمان يا كيارة يلا بقى في سرعة دلوقتي انا راح لالضيوف عمل مانتو تجهزه ايه ده ايه ده ازاي كوانتي ايوة انا اتي عاملة ايه انتي بقى مرات ابو سنبه ايوة يا ستي انا مرات ابو سنبه عملت ايه لقيت الجزمة بتاعتك لا لسنا ما لقيتهاش انتي متعرفش الجزمة دي خلي علي قوي قوي قد ايه انا كنت بحبها قوي وللأسف ضغط الفردة التادية منها والغاية دلوقتي مش لقياها يلا بقى معلشي ما يجراش حاجة في مسال في يوم من الايام هلاقيها ايوة طبعا ان شاء الله تلاقيها اعرفك بقى على الولاد يا سنبه يلا يا كيارة تعالوا ازايك يا طنطة عاملة ايه اهلا يا حبيبي اكيد انت سنبه ايوة يا طنطة ناسم وانا يا طنطة كيارة اهلا يا كيارة عاملة ايه الحمد لله يا طنط انتي يا طنطة ضايع مني الجزمة ايوة يا حبيبي ضايع مني جزمة حلوة اوي 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 كنت بحبها جدا والغاية دلوقتي مش لقياها انا انا يا طنطة لقيتها انا لقيتها قدام البيت الناحية التانية وعنتها معايا عشان لما حد يزبل عليها يلاقيها شطرة شطرة يا كيارة يلا بسرعة روحي أتيها لطنت انت عينها فين؟ عينها يا ماما في القدرة بتاعتي في اللغة بتاعتي محبيها عشان محطش ياخدها برافو عليك يا كيارة شطرة يا حبيبتي يلا بسرعة روحي أتيك ديزمة بتاعت طنت وادهالها على طول شكرا شكرا يا كيارة ربنا يخليكي نعف يا طنت على ايه اهي يا طنت اتفضلي الجزمة اهيه يا سلام يا كيارة فعلا انت متعرفش الجزمة دي كانت مهمة عندي قد ايه انت لكي عندي مكافأة كبيرة اوي 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 ماشي يا كيارة ماشي يا طنت شكرا انت تحبش تريلك ايه اي حاجة يا طنت طب يلا خدي الشوكولاتة دي لكي الواحدة يا سلام شكرا يا طنت متشكرا لكي اوي طب تعطي نفسك ليه بس لا دي حاجة بسيطة خالص انا كنت قيلة اللي هيجيب لي الجزمة لعندي هداية كبيرة اوي اوي متشكرا جدا ليكو اروح بقى اجهز لكو الغدى عشان ناكل كلنا مع بعض وتوتا توتا يا حبيبي خلصة تحددت النهاردة متنسوش بقى تسمع كلام ماما وبابا ونستحمى عشان تبقى رحيتنا نظيفة ونخسن ايدنا كويس قبل الاكل وبعد الاكل وكمان نخسل اسناننا حلو جدا ولازم ان نسمع كلام ماما ونساعدها في شغل البيت متنسوش بقى تدوسوا اللايك وتضغطوا كمان زلوا الاشتراك مع السلامة باي باي اشوفكم في فيديو ديد